مشاهدين الكرام السلام عليكم مرحبا بكم مجددا في الجزء الثالث والأخير من عددنا لنهار اليوم من حصة نقاط وفواصل جزء مخصص للملف الاجتماعي كما جرت عليه العادة اليوم سنتطرق إلى موضوع مهم جدا هل يعرف المستهلك حقوقه؟ الضيف سيكون السيد صفيان الواسع المكلف بالاتصال بالمنظمة الجزئرية للدفاع حقوق المستهلك وحمايتها أهلا بك سيد صفيان أخي مشكورا على هذه الاستضافة مرحبا بك مجددا سيد صفيان الواسع بداية توجد في الجزائر العديد من التنظيمات الاجتماعية الدفاع عن حقوق المستهلك ومع ذلك لحد الآن لم تصل بعد إلى درجة تحقيق التوازن مع واقع السوق الذي يقهر باستمرار المستهلك الجزائري هل توافق هذا الانتباع؟ اللهي صراحة أن هناك تنظيمات ذات طابع وطني وذات طابع ولائي وحتى جمعيات ذات طابع بلدي هذه الجمعيات الناشطة على مستوى المجتمع المدني دورها هو حلقة وصل بين المواطن والمستهلك وبين الإدارات المخولة لا الدفاع عن المتعاملين التجاريين بل الدفاع عن المواطن والمستهلك لتحقيق على الأقل حقوقه الثمانية حنا في الجزائر ربما يتبادر للكثير أن الدفاع عن حقوق المستهلك يتمثل فقط إلا في المواد الاستهلاكية والمادية ولكن هناك الجانب المعنوي والمتمثل في الخدمات أخي الكريم المستهلك من حقه أن تكون عنده تنوع في المنتجات أن يجب أن تكون المنتجات سليمة وآمنة من حقه أن يعيش في بيئة سليمة وآمنة يعني كلها حقوق هذه للمواطن والمستهلك لكن نحاول قدر المستطاع على الأقل نرى الظروف التي تمر بها الجزائر في ذل هذه الجائحة خرجنا من الطابع الدفاع عن حقوق المستهلك إلى الطابع الاجتماعي لأنه مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن مشكلة المضاربة توجهنا إلا الأمور التي يعني كما قلونا المادية والاستمثل في المواد الأساسية والاستهلاكية صحيح وهناك كما قلونا عدة أمور وأمور أخرى اللي ممكن أنها تخدم المستهلك الجزائي سيد سوفيان هل لكم أن تقدم لنا بطاقة فنية عن منظمتكم وما هو برنامجها باختصار نعم صراحة أشوف المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق المستهلك هي الاعتماد أخذناها في 2017 معظم منتسبينها كانوا منتسبين في جمعيات المجتمع المدني سياستنا هي التشاركية والتواصل مع جميع الأطراف وخاصة وضع طاولة حوار لمعالجة المشاكل الآنية التي يتخبط فيها المستهلك الجزائري وفق الظروف الاستثنائية تفضل سيد هاشمي ذكرت باللي المستهلك عنده ثمية حقوق هل يمكن أن تذكرنا بأهمها؟ نعم أهمها يعني هو الحق في المعرفة والمعلومة هذا حق من حقوق المستهلك يعني أي منتج أي خدمة تقدم للمواطن والمستهلك وجب على المتعامل التجاري أن يضحى سواء في المستوى الخدمة أو على المادة التي يريد أن يسوقها للمستهلك الجزائري يعني إضافة فقط أول من طالب بحقوق المستهلك هو الرئيس الراحل الأمريكي جون كينيدي في مقولته الشهيرة يعني كنا مستهلكين كنا معنيين ونحن الجزائر لم تكن من الدول المتأخرة فيما يخص قانون حماية المستهلك حتى في الدول الأوروبية كانت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وفي الجزائر عدنا قانون يعني ليحمي حقوق المستهلك وهو سفر ثلاثة المرسوم التنفيذي سفر ثلاثة سفر ثلاثة ثلاثة ثمانيين ويعني كما قلوا منذ سنة الف وتسعمائة وتسعمائة ثمانين وضع حيث التنفيذ بدات الجمعيات تنشط مع بداية يعني الألفين بعض الجمعيات اللي بدأت تنشط في هذا المجال القوانين واضحة فيما يخص شطر امتاع الضمان يعني حقوق المستهلك وحينا في 2009 يعني حينا هذا القانون تحماية المستهلك ولكن دائما هناك بعض النقائص لأنه وجب أن المراسيم التنفيذية والقوانين تتماشى مع متطلبات المستهلك في الوقت الراهن يعني ذلك القانون تا 89 ما يخدمش يعني كما القانون تا 2009 والقانون تا 2009 مع المتغيرات ما رحش يخدم المستهلك في 2020 يعني وجب تحيين هذه القانونة إذا سمحت حبينا نبسطوا العلاقة بين المستهلك سواء كان ينتمي إلى هذه الجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان عفونا عن المستهلك أو لا ينتمي وأغلبهم لا ينتمون فما هي الأليات اللي انتما كتنظيم اللي تشوفوها يعني فعالة باللي المستهلك لما يلاحظ اعتداء على حق من حقوقه ولا مبالغة في بيع مادة من المواد بسعر يعني غير معقول تماماً في أن ما يكونش سلبي ويتوجه بالتبليغ سواء لديكم أو لمصالح التجارة أو حيث لنوعية منتوج من المنتوجات الاستهلاكية سواء كانت غذائية وغير غذائية كيفاش يعني ننشر هذه الثقافة القانونية والاجتماعية في نفس الوقت أنه ما يكونش سلبي ويحرص أنه يبلغ على مثل هذه التجاوزات والله يعني وجب ترسيخ ثقافة استهلاكية سليمة كيفاش نرسخ هذه الثقافة؟ أولاً التعريف بالقوانين التي تحمي المواطن والمستهلك الجزائر توجيهه لمن يقدم بشكواه ثانياً يعني لازم الإنسان ترسخ عنده لازم يكون عنده مبدأ يعني رأيك تكرت أمر بسيط تكلمناك على المواد الأساسية المدعامة نحن تكلمنا في كذا من مرة وخاصة رأينا في وقت العولة وخاصة الناس رأي مربوطة بمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 21 يعني مواطن لدينا صفحة والتي ننشر فيها أغلب يعني مشاكل المواطنين والمستهلك صفحة تعني يعني اللي رأيك فيها تجاوب كبير وكبير والحمد لله ممكن المواطن أنه يقوم بالتواصل معنا ممكن أنه يقوم بالتواصل هناك عدة جمعيات تنشط في هذا المجان ممكن أنه يتوجه إلى المصالح المخولة كلها يعني على مستوى كل ولاية هناك ما يسمى مديرية التجارة وعندها الفروع انتحى ممكن أنه يتواصل معها ممكن أيضا حتى يتواصل مع المصالح الأمنية ممكن مصالح الأمنية ممكن مصالح الأمنية لما الأمور تتجاوز يعني الحدود لأنه كما ذكرت سالفا لأنه تكلموا على مدة الزيت مدة الزيت رأي مدعامة السكر مدعامة القرورات الغاز رأي مدعامة بسعرها تعميتين كرام يعني خمساريت المثالين بستين ألف ماشي بخمسة وستين ألف على شبيع أهالي بخمسة وستين ألف وصلت حتى الألف دينار في فترة الندرة نعم في فترة الندرة التبليغ على كل التجاوزات نعطيك أغلبيا التجاوزات ستوقع في الأسواق الغير نظامية والأسواق الفوضوية لأنها لا تخضع للرقابة من طرفي فروع مديرية التجارة لأنه كل شخص حامل للسجيل التجاري رو خاضع للمراقبة ولكن من لا يحمل السجيل التجاري ما روش خاضع للمراقبة ولكن فيه جهات أخرى منها الجهات المصالح الأمنية من شرطاتين وضرك المواطن وجب أن يدافع عن حقوقه أنا ما نقول له يروح يدخل بتلك الصيفة ويقول لك أنا ربما راح نتعدى على القانون ربما راح تكون فيه كما قلوا مقاوم من الطرف الآخر ولكن وجب أنك تبلغ ولو بأضعفه الإيمان شكرا سيد صوفياد الواسع المواطن الجزائري قبل أن يقدم على خطوة التبليغ على التجاوزات الحديثة في السوق عفوا يجب أن يعرف حقوقه في رأيكم كما عنواننا في الجزء الثالث هذا هل يعرف المستهلك الجزائري حقا حقوقه والله يشوف رانا في الخطوات الأولى رانا يعني كما نقول نحن كخطوة أولى وكم مرحلة أولية المواطن ربما نلقى ونحن وضعونا في خانة واحدة وهي مدة صلاحية ومدة الإنتاج ومدة نهاية الصلاحية للمنتاجات ولكن على الرغم من هذا كما قل الرسائل التي تواصلنا كما قل عبر البريد الإلكتروني ويتواصل مع مكاتبنا منتشرة في حوالي أكثر من 45 ولاية يعني رملك كين المكاتب نتعنا فيه تواصل والحمد لله حتى مع مكاتبنا الولائية عدنا مكتب بالقالة للحمد لله في ولاية الطرف تم القضاء نهائيا عن أزمة الحليب وارتفاع سعرها فوق السعر القانوني عدنا في ولاية السوق هراس يعني وكان فيه تواصل على أعلى مستوى يعني مع السيد والي والمديريات المخولة فيما يخص تخصيص أسواق يعني كل يعني يقوم بنشاطات على مستوى الولائي وكل ولاية عندها الخصوصيات انتحها فيما يخص مشاكل لروا يتلقاها المستهلك التواصل عامل وعامل كبير وكبير ومهم جدا يعني لما يتواصل المواطن يعني قلت لك يعني صفحة الحمد لله ممكن اطلاع عليها لصفحة دفاع عن حقوق المنظمة الجزائرية لدفاع عن حقوق المستهلك فيه تجاوب من المواطن ربما الانتقاد هو الفقدانه تلك المعلومة ولكن نحاول قدر المستطع عبر المنابر الإعلامية أيضا أنتم كإعلامين وكسلطة رابعة المواطن ممكن من خلال التواصل هكذا أنه يلحق ويتعرف على حقوقه لأن الحقوق هذه مكفولة ومحمية من طرفي القانون كينا شيء سيد أحمد فضل صدر مش فقط المواد الاستهلاكية الغذائية يعني لتدخل جهاز الهضمين تعنا كينا الخدماتية الاستباق تنظيمات هذه اللي يدفع لحقوق المستهلك هل لها الحق في الاطلاع المسبق وفي الوقاية من جانب الاستيراد الفوضوي لما كانت السوق تعنا لأكثر من عشرين سنة مضت يعني مفتوحة لكل ركاية يعني اللي تدخل لتمس بالسلامة والأمن انتاع المستهلك المواطق نتكلموا مثلاً على التجهيزات مثلاً المدفئات كيفاش كانت تدخل وتسبب يعني عدد معتبر في النسبة انتاع الوفيات اللي تحصل سنوياً في موسم الشتاء لمدة ثلاثة سنوات تحقيقات في كثير مرات تبرز باللي المسؤولية في الأجهزة هذه وقص على ذلك المركبات السيارات نتكلم الأجهزة الصناعية الهواتف الريفريجيراتور الكليماتيزور كل يعني التجهيزات المنزلية الإلكترونية يعني تدخل في الاستعمال اليومي والذروري للمواطن يعني كيفاش نحد من السلسلة هذه قبل ما يعني تقع الفأس في الرأس والله يعني صراحة من هذا المنبر نود نود أن تقوم كل الإدارات المخولة من مزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارات الأخرى يعني اللي رأي مربوطة في مجال استيراد يعني هذه المواد أنه يتم تطبيق يعني أوامر رئيس الجمهورية فيما يخص التشاركية وإعطاء يعني صراحيات للمجتمع المدني نحن كنا نود أن نكون طرف في تحذير دفتر شروط لأنه استيراد المواد لا يتم هكذا يتم وفق دفتر شروط يحدد بعض يعني القوانين والإلزامية الإلزامية التي تحدد استيراد هذه المواد الاستهلاكية كنا نطالب أن نكون طرف نعطيك على سبيل المثال دفتر شروط استيراد السيارات لأنه من غير المعقول أننا نقوم بفتح يعني مجال استيراد السيارات الاستيراد مجرد مركبات بما يسمى بين قوسين اللوكوست يعني فاقدة لكل معايير السلامة والأمان وحماية البيئة أيضا أو استيراد مواد أخرى نحن من السياسة من سياسة كما قلوا المنظمة هي تشجيع المنتوج الوطني لأن المنتوج الوطني على الأقل عندنا التتبع يمكننا أن نتتبع حتى سلسلة الإنتاج أنا مشتكلم لكش على منتوج منتج في دولة أسيوية يعني بعيد 10 ألاف كيروماتر يعني بمجرد أنه وضع يعني أو حضر يعني لسيرتيفكات دو كونفورميتي يعني شهادة المطابقة فيما يخص المنتج على مستوى الجمارك بالله عليك يعني عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف من الحاويات تدخل عبر موانئنا من الصعب والصعب جدا أنه يتم مراقبتها يعني كلها لأنه هناك مصرحوش يعني فيه تصريح يعني زائف يعني المواد نعم المستوردة هناك بعض المواد التي تسوق هنا في الجزائر يقول لك ما فاتتش يعني عبر الجمارك أو ربما دخلت بطريقتين أخرى مشبوهة نعم التصريح الكاذب فيما يخص استيراد هذه المواد لو كنا نحن كطرف في هذا دفتر شروط ربما لأنه إحنا ملاش نخده كما قولوا متطلبات المواطن المستهلك إحنا رأنا قلت لك حلقة الوصل يعني إحنا رأنا في احتكاك مباشر مع المواطن وعلى المستهلك الجزائري وعليه أتمنى أن يتم إشاركنا لأنه المجتمع المدني هو إضافة تدخيل أنه كل الجمعيات في كل الاختصاصات رأي إضافة لهذه يعني اللي هي كلانة الحكومة ولهذه الإدارات كل متطوعين يعني شكرا أستاذ صفيان الوسط حدثت منذ قليل عن عينة على ما أذكر الولاي الطارف كان عندكم امتصار مباشر مع الوالي من أجل يعني كبح التصرفات غير القانونية على مستوى الأسواق حبينا نعرف علاقة منظمتكم مع المؤسسات العمومية طبيعة هذه العلاقة المؤسسة العمومية الحارسة هي أيضا على حماية المستهلك نعم نحن دائما نطلب إلى التشاركية نحن دائما الأبواب لازم تكون مفتوحة لما تكون طاولة الحوار نحن ما عندناش يعني كما قولوا ند أو نتعامل مع أي متعامل تجاري أو مع المؤسسات يعني الدولة ومؤسسة العمومية دائما يكون فيه تواصل يعني لأنه الإنسان يقطع التواصل كيفاش بغيتني أنا رح نخدم المواطن والمستهلك الجزائري وما عندي لا أداة قانونية ما عندي لا أداة ردعية يعني وعلى هذا كما قولوا نحن دائما نحث المكاتب انتعنا مكاتب على مستوى الولايات أنهم يتواصلوا مع يعني المسؤول يعني على مستوى الولايات هو السيد الوالي مع السيد مدير التجارة مع السيد مدير الصناعة الثقافة البيئة يعني كل حاجة اللي عندها علاقة واللي تخدم المستهلك الجزائري في حال ما إذا ما كانش التجاوب يعني نقوموا بمراسلات لي يعني كما قولوا السلطات العليا يعني وهذا شيء يعني كما قولوا نقدر نقول لك ما شيء شبه منعدم ولكن إلا في حالات حالات يعني قليلة وقليلة جدا كانوا نقوموا بالتواصل مباشرة مع الوزارة الوصية في هذا الهلال سمحت سيد الحديد تفضل اشترك النسبة للدفاع عن حقوق المستهلك المستهلك باش يستهلك لازم يكون عنده قدرة على الاستهلال صحي نشوفه منذ سنتين يعني انهيار كبير للقدرة الشرائية سواء يعني للطبقات اللي كانت تسمى يعني أكثر من المتوسطة أو المتوسطة يعني في طريق الاندفار ومن تكلموش على البطالين والمعوزين بصفة عامة هم ثانيك شريحة واسعة يعني هل لتنظيمكم الحق فد المرافعة لدى الحكومة من أجل الضغط من أجل يعني مراجعة سياسة الأجور يعني وش راح نستهلك هناك كما يكون جيبي خاوي يعني والله شوف احنا المنظمة جزائر الدفاع للحقوق المستهلك أطلقنا مبادرة وطنية وسميناها وهذه أول مرة يعني راح نصرح بها يعني إعلاميا يعني لأنه سؤالك يعني صراحة نازم جواب كيف هك كانت عندنا مبادرة منذ أزيد من ستة أسابيع وتواصلنا مع وزارة التجارة ونحمل يعني المسؤولين يعني الذين ربما لم ينقلوا إنشغلنا للسيد الوزير عبر التقرير يعني ربما يكون مغلط ونقولها بكل صراحة كانت مبادرة وطنية لقوى المجتمع المدني وقوى المدافعين عن المستهلك تحت شعار حماية القدرة الشرائية في الظروف الاستثنائية وكانت رايحة تكون مبادرة وطنية نتجمع فيها كل أطياف المدافعين عن حقوق المستهلك ولا نستثني أحد لأنه لا وصاية لشخص واحد عن حماية المستهلك رايكينا ثمانية تنظيمات يعني وطنية ولائية بلدية قلنا نتجمعه الكل ووضعنا أيضا حتى المواطن البسيط يمكن أنه يقدم الاقتراح تعاو عبر منصة إلكترونية لكنا رايحين نخرج بحوالي أكثر من خمسين مقترح يقدم إلى السيد رئيس الجمهورية باسم التنظيم الثمانية باسم كل نشاطاء هذه كما قلوا تحت كما قلوا إحنا رأيك تحت إحنا كما قلوا المنظمة الجزائية مبادرة تعنا ولكن باسم كل التنظيمات المجتمع المدني اللي يدافعون حقوق المستهلك نخرج بواحد أكثر من خمسين توصية ترفع للسيد رئيس الجمهورية هي عبارة عن مقترحات فيما يخص تعامل مع القدرة الشرائية ما كان ينتظر جائحة كوفيد هذه الدول اقتصاد كبير وكبير جدا وكاد أن ينهار كانت المبادرة وكل الأسف الشديد أعيد وأكرر أحمل المسؤولية لهذه أولئي الإطارات لربما نقلوا تقرير مغلط للسيد الوزير يعني ما فيش تجاوب مع هذه المبادرة ما فيش تجاوب طلبنا الرعاية السامية لأن القدرة الشرائية وحماية المستهلك يعني الوزارة الوصية ووزارة التجارة ولكن الخطاب الرسمي للحكومة يشجع حتى أنه قبل سبعين وثلاثة تم تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني صحيح لهو مكمل ومساعد للسلطات العمومية في تحقيق الأهداف المرصودة له والله يعني كل الوثائق رأيك موجودة على مستوى المنظمة ويمكنكم الاطلاع عليها كانت فيه مراسلة وأنا نقول لك يعني لأول مرة نتكلم على هذه المبادرة عبر قناة إعلامية مبادرة كانت مبادرة جميلة وجميلة جدا بما تحمله لأنه أعطينا الفرصة للكل سيد رئيس الجمهورية أعطاه وسخر يعني كل إمكانيات للمجتمع المدني نحن التكملة ولكن قبلة بالرفض يعني نحن على مقربة خمسة أسابيع فقط على حلول شهر رمضان الكريم نحن كان فيه مقترح قتلك لأنه لا نريد أن نستثني أي طرف لأنه حماية المستهلك والدفاع عن المستهلك يعني الكل ما نقدرش أنا نقرنه إلا في زاوية واحدة ولشخص واحد نحن ننقل هذا بكل أمانة نحن مرناش ضد لا مؤسسات الدولة لا متعامل تجاري ولا أي شخص وإنما نحن مع كل فرض يود خدمة المستهلك وتحسين الخدامات نعم جيد سيد سوفيا الواسع يعني من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الحكومة منذ عشرة أيام قامت بإلغاء كل الضرائب والرسوم الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية الواردة في قانون المالية في 2022 لكن لحد الآن بعد مرة عشرة أيام الأسعار لم تتغير يعني ما قرأتكم لهذا الوضع سيد سوفيا صراحة أخي الكريم يعني في ظل غياب فوترة محكمة يمكن من خلالها تتبع مصار هذه المنتجات وتحديد أسعارها وتحديد هوا من الشرب لا يمكن أن نعرف السعر الحقيقي للمنتج صحيح هذه الرسوم جمدت لحماية المستهلك الجزائري لكن صدق على قانون المالية في 2022 ولكن قرار رئيس الجمهورية أتى لحماية القدرة الشرائية للمواطن والمستهلك الجزائري لأنه كل هذه الرسوم وعلى بساطتها فليكن في علمك أخي أنه هناك شريحة من المواطنين الجزائريين اسمح لي نقول لك هذا المصطلح الناس راي عايشة يعني بضنانير قليلة وقليلة جدا أنا لما نتكلم لك على مادة الخبز وقد صدر بيان يعني يطالب بالتصعيد في حال ما إذا ما ترفعش يعني سعر الخبز أخي الكريم هناك مواطنين رام عايشين بضنانير معدودة مواطن لي ربليك يتلقى المنحة والمساعدات لما يتوجه للمخبزة يشري الخبز بعشرة دينار والتبذير التبذير هو السلوك حتى ولو وصل سعر الخبزة مئتين دينار يبقى السلوك السلبي ساري هذا السلوك عنده الحل انتعه هناك خبار اجتماعيين لطالبنا في كذا من مرة يقوموا بدراسة ميدانية علاش عندنا السلوك انتع التبذير ولكن الزيادة في أسعار هذه المواد الحليب تاخل خمسة وعشرين دينار الحليب خمسة وعشرين دينار رأي موجه لهذه الفئة سبعتاشين مليار دولار انتع الدعم رأي موجه لهذه الفئة اللي عندها القدرة الشرائية التحضعي فعلا اقل نحاول خلق توازن ولكن هناك من سولت لهم انفسهم حتى بالتلاعب بقوت المواطن وركشفت المضاربة يعني الحقنا الضارجاوين يقوموا بمضاربة مواد اساسية بالنسبة للخبازين سي سوفيان لم يعد لديهم حجة وكان من بين الاجراءات المشمولة في اللي اتخذها رئيس الجمهورية انه رفعوا عن الخبازين كل الضرائب ما عدا ضريبة عن الفائدة صحيح وبالتالي هذا يقلص لهم كثير من الاعباء اكيد وبالتالي يعني الهامش الربح يبقى ما اقول والله انا في قناتكم الكريمة يعني اعتدنا على الصراحة انه نقلل المواطن وشراوكين يعني المواطن لازم يفهم المستهلك الجزائري والجزائري من حقه انه يفهم انا نعلم كل المشاكل التي يتخبط فيها الاخوة الخبازين نعلمنا يعني ومن حقهم انهم يدافعوا على انفسهم ولكن البيان في حدي ذاته تطالب التصعيد في ماذا؟ هل نحن في حرب ضد المواطن والمستهلك؟ يعني تهديد يعني اسلوب التهديد هل نهدد المواطن والمستهلك الجزائري باننا سنرفع سعر الخبز 15 دينار وإلا سيكون فيه تصعيد كيف يعني تفسر لي انتا حضور احد التنظيمات اللي يتمثل المستهلك الجزائري ضمن هذا البيان صحيح يباش نكونوا واضحين يعني في الصورة احنا مراناش قتلك شوف انا قتلك الخباز من حقه التجارة من حقهم الجمعية التجارة من حقها انا تصدر بيان اتحاد التجارة من حقه ونحن كمدافعين لحقوق المستهلك من حقنا ندافع عن المواطن والمستهلك وايضا من حقنا نسمع للطرف الآخر ولكن لن نكون شريكا لأي طرف في أي بيان وفي أي قرار يتخذ ضد المواطن والمستهلك الجزائري يعني امور ضد طباءة الاشياء نعم في ذل الظروف التي يعيشها المواطن قتلك دفاعنا روح المستهلك نستمع للطرف الآخر مراناش ضد اي متعامل تجاري نسمع لك ايها المتعامل نسمع لك ايها التاجر لأن لنا الأب والأخ والعائلة ربحاملين للسجل التجاري ولكن لن أقف معك في صف ضد المواطن والمستهلك الجزائري نفهم رسالة واضحة سيا صفيان يعني على بعد خمسة أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك يعني كيف ترون مؤشرات السوق الوطنية وكيف تتوقعون مؤشرات أيضا وفرة المواد الأساسية وأيضا أسعالها نعم شوف صراحة وهناك برنامج يعني سنوي يتمثل في إغراق السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع منها مادة سميد مادة الحليب الحليب اللي ضاعف يعني الطلب عليه في هذا الشهر الفضيل ولكن موازاتا مع هذا البرنامج كانت فيه مبادرة وشاركة بين جمعية التجار والحرفيين الجزائريين والمنظمة جزية للدفاع عن حقوق المستهلك فيما يخص الأسواق الجوارية وهذا المرة وضعناها أسبوعين قبل الشهر رمضان الكريم وكان فيه تواصل مع السادة الولاة اللي اعطاوا أوامر يعني لرؤساء البلديات بإعطاء فضاءات مخصصة لأنه في السنوات الماضية كان عزوف يعني الجماعات المحلية منذ سنتين كان فيه عزوف للجماعات المحلية فيما يخص تخصيص فضاءات لوضع هذه الأسواق بطريقة عصرية كما نقول منظم رح يكون فيه مباشرة من المتعامل من المنتج إلى المستهلك الجزائري نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه تجاوب نحن أيضا كتنظيم طلقنا هذه المبادرة منذ يومين لتواصل مع السادة الولاة على الأقل كي لا يتكرر نفس السيناريو وكان عندنا لقاء منذ حوالي شهر في وزارة التجارة أحد المطالب بإعطاء رخص دوك هنا يقول لك أنا ندفع المتعاملين نعم ندفع عليك باش تخدم المستهلك لأن الرخص اللي تاخذها في استيراد اللحوم الطازجة تاخذها في شهر رمضان رح يكفيك الوقت باش تسوقها طالبنا أن يتم تسليم الرخص مؤقتة لمستوردين اللحوم الطازجة على الأقل تكون حاضرة في طاولة في الوقت الراهن كاين إشكال واحد يعني اللي نضحوه لأنه إحنا في تواصل مع كل الجهاز الحمد لله يعني باش تكون عندنا المعلومة باش ما كاين ننصف كل شخص وباش حتى يكون دفاعنا عن يكون دفاعا حق احنا تكلمنا مع بعض المستوردين اللحوم الطازجة قالك قدمت العام الماضي رخص لنفسي المستورد المستورد ليستورد الثيران الحية وليستورد أعطاوله الرخصة كيف رح يدخل في منافسة مع نفسه لأنه اللحوم الطازجة لما تستورد تستورد دون يعني كما قولوا الزوائد دون يعني كما قولوا الجلود ولا يعني السعر تحرح يكون منخفض كيفاش تعطي الرخصة لنفس الشخص ليروا يستوردها حية ويقوم بذبحة لهنة ولازم يتوفر لها المأكل والمشرب لغاية يعني كما قولوا ذبحة وتسويقها وتعطيله نفس الرخصة باش يقوم باستيراد اللحوم الطازجة وعلينت من نعم على ذكر هذا السنة الماضية كانت الحكومة اتخذت قرار باستيراد اللحوم وعدونا باللي ناكلوا الحمد في رمضان في الشربة بثمانمائة دينار للأسف كان وهم هذه السنة هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو علما أنه قبل الشهر عرف سعر اللحوم الحمراء ارتفاع من مثلا الخروف كان 145 ألف الآن رأوا في 160 ألف أعتقد والآن فيه تبشير أنه سيكون ربما ما يتجوز عتبة 1300 دينار في رمضان هل فعلا ستصدق هذه النبوءات؟ والله صراحة في ذل غياب البديل ورح البديل ورح البديل عنا فروة سيسوفيان نعم عنا فروة كبيرة في رؤوس الماشية في الجزائر يعني علش نستورد أصلا؟ والله لو تفتح لي المجال في هذا والله رح نكون تحدد من يحدد رؤوس الأغناء في الجزائر؟ شكون يحدد لنا العدد الحقيقي والإحصارية الحقيقية؟ وزارة الفلاحات تقول لك كل مرة وكيفاش؟ كل مرة يقول لك عدنا 20 مليون مرة 25 فالكلام الأخير عندنا 30 مليون رأس كيف يتم تسويقها؟ يعني أنت الموالين هل يعلم الناس أنه كل صلاحيات موال موال حاصل على ألف رأس من الغنم ما عنده السجل تجاري؟ ما عنده السجل تجاري الأعلاف الناس تعلم أن اللحوم الحمراء هذه رأي مدعمة مدعمة بطريقة غير مباشرة لأن الأعلاف رأي لك تقدم بسعر مدعم وين رأي الأعلاف؟ هل يعني كما قلو المربي الحقيقي ويحصل على الأعلاف بسعرها الحقيقي؟ هناك أسواق سوداء لهذه الأعلاف هل يعني يقوم بالتربية الأغنام يعني فقط باش يربوها إلا لعيد الأضحى باش تنباع خمسين وسبعين ألف وثمانين ألف دينار جزائري عوض أنه ينباع خروف تاع سبعة شهر ولا ثمان شهر باش نتفاهمونا يعني والله يلازم الكلام هذا يوصلهم يعني لأنه الحمد لله على مستوى التنظيم لدينا بياطرة وعدنا أهل لاختصاص اللي يراهم ميدانيين مرانيش نتكلم لك فقط لمجرد الكلام كي لا يتم انتقادنا ويقول لك راكم تجو هنا للستيوديوهات وتتكلموا مع لبلكمش بأرض الواقع الخروف باش ينباع لازم في سبعة شهر ثمان شهر هذ الخروف مرحش يكلف يعني ألم وربي الأعلاف يعني الأعلاف راهي في الطبيعة مناطق الرعي راه يدفعوا حقوق مناطق الرعي الخروف يعني في أحد البلاطوهات والله حتى يعني صراحة أمر يعني محزن مبكي يعني بيسذاجة خروف يسقى منك عشرة ألف دينار هي الخروف راوليك يأكل رطال بركة عشر عير في النهار يعني نديره بخمسين دينار نديره بمئة دينار راح يكلفك بعشرة ألف دينار تكلفة تربية الخرفان يعني أمور هكذا فقط تسوق للمواطن المستهلك احنا ماذا بينا الخروف بتاع سبعة شهر ثمان شهر يروح يعني كما قلوا على مستوى المذابح ماذا بينا احنا الخروف هذا اللي تربى ما تستناش يقفل عام ونصف باش تروح تبيعوه إلا في عيد الأضحى بستين سبعين ألف دينار جزائري ماذا بينا تليرك تربي مئة ولي تربي ألف باش تروح تفوتها إلى المذابح والمسالخ نظموا لف فليار هذه اللي مخصص لتسمين باش يتباع في العيد هذا فرع يتخصص فيه واللي للاستهلاك اليوم يفوت قاموا بالتهديد ونقول هالك صراحة في عام يعني منذ سنتين حوالي قاموا بالتهديد وقال لك الله متعيدو أحد المطالب ورمواجد في الأرشيف طالبنا أن يتم استيراد لحوم الحمراء أو الخرفان من الدول الإفريقية الحمد لله يعني رانا فتحنا بوابة إلى موريطانيا إلى مالي نيجر نستوردوه باش على الأقل نغطيو السوق سيد صوفيان سواء الأخير ونخت من العرض كل ما ذكرنا ما هي مطالبكم الأساسية التي ترفعونها إلى الحكم وأيضا المواطنين من أجل احترام حقوق المستهلك نحن نطالب بتفعيل هذه القوانين الثمانية ونطالب أيضا بحماية القدرة الشرائية للمواطن والمستهلك الجزائري في ذل هذه الظروف الراهنة كما نثمن قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محاربة المضاربة يعني اللي وصلت حتى 30 سنة سجن وإلى المؤبد كما نطالب أيضا بتفعيل قوانين صارمة فيما يخص حماية المستهلك ونطالب أيضا كل شخص مخول بالدفاع عن المستهلك أنه يدافع عن المستهلك فقط وكل في اختصاصه لأنه كنا معنيين وكنا مستهلكين وكما نطالب أيضا الجهات الوصية بفتح أبوابها نحن طالب لها مبادرة وطنية المبادرة الوطنية للمنظمة الجزائري لحماية وإرشاد المستهلك لقوى المدافعين عن المستهلك الجزائري فيما يخص حماية القدرة الشرائية في الظروف الاستثنائية كانت مبادرة جميلة جدا وليكنت راح تخدم المواطن وتخدم المستهلك وتخدم حتى الهيئة بحد ذاتها ولكن قوبلت بالرفض لا ندري لماذا شكرا أستاذ صفيا الواسع المكلف بالاتصال بالمنظمة الجزائري للدفاع الحقوق المستهلك وحمايته توضيحات كانت في محل إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لكل الأطراف التي استهدفناها في عدد اليوم سيد الهاشمينوري شكرا أنت أيضا لحضورك معنا وكل هذه التدخلات مشاهدنا الكرام نصل وإياكم منطي أوراق هذا العدد من برنامج نقاط وفاصل نلتقي الأسبوع المقبل بمواضيع وملفة جديدة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته